قدمت وبتاع ما عابش ايه وكان وقتها المعهد بيديلك 15 يوم بيعملك هويكشوب فيه فأخرهم يقرر يقبالك في المعهد تدخل لي تدرسي يا إما لأ خلاص انتي مش هتقبالك فأنا دخلت ليتريني كده بلعب كأنه ماتش أمار المديري في الشغل قلت له بص يا حاجة من اثنين أنا فيه 15 يوم يا إما هيبهوا أجازة من أجازتي يا إما بعديهم على طول الثقاء وحتى فكرة الفرسة العطلة اللي أنا فهم اللي هم خمس سنين دراسة 8 سنين وثلاث سنين باشتغل ما حسيتش إن أنا اتعطلتهم لإني اكتشفت إن تحديداً يمكن في اللي بيشتغل في الكتابة أو ده مهنته فكرة إن كل ما تزيد خبراته في الحياة كل ما ده هيب أفضل في اللي هو هيقدمه فأنا كانت خبرة وايز يعني كنت أكبر من اللي قاعدين جنبي بثمان سنين فمعيدين كانوا سنهم أقرب لي واصحابي أكتر من الطلبة زماية دي وقلبت عاية التافية من أول ثانية رجعت التنميز وإنجويت بقى حتى إلا ما كنتش عارف أستمتع بي وأنا طالب في الجامعة لإني مش حابة فتقلبت 180 درجة عشان كاي بقولك مبادرت النفاع بس ما كنتش خايف ساعتها من رأي الناس إنك تخش مجال زي الفن وتسيب بقى المهنة والدراسة اللي إنت درستها عشان تخش حاجة مجهولة كده؟ يعني عايزي أقولك إن ده كان مشكلة يعني نقطة خلاف بيني وبين أبوي المدة سنة مثلا تقريباً لأنه بقى كنتش شايف إن ده عتا إن واحد خلاص بقى عنده كبير وبقى بشتغل وفي مكان سيبل وبقى أجري كويس وكل حاجة في الدنيا وهيرمي ده كله ويرجع تنميز تاني بس أنا كنت عايز أستغل الولابيليا جوه الشغرانة دي أنا عايز أروح أرمي نفسي هنا وفعلاً لما دخلت بقيت أروح أشتغل كلاكات في فيلم أروح أشتغل دول صغير مع حد من زمانية مشاريع أو أشتغل مساعد إنتاج أشتغل يعني عايز العالم ده أنا دي ملتهبة هجيت يعني أنا أكتر مكان بقى سعيد وأنا فيه ريجارل الزوري فيه إيه؟ هو لوكيس انتصلي فالحقيقة أنه يعني أنا حسبتها كده لأن أنا عرفت أنه كان حالة رفضه هو قلق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة